بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم سنواسل شرح مقرر كيميو عضي واحد سنمر إذن إلى الجزء الثاني من المحور السادس حيث سنتابع شرح أهم الطرق لتحذير الالكينات ونمر إذن إلى الطريقة الثالثة المتمثلة في نزع الهالوجينات وذلك باستعمال عام الاختزال حيث يعطي الالكترون إلى ظرات الهالوجين الموجودة على كاربونين متجاورتين إذن الكاربون ألفا والكاربون بيطا وبالتالي إذن يؤدي ذلك في نهاية الأمر حسب التفاعل العام إلى الحصول على الألكين وكذلك تكوين ZNBR2 عام الاختزال الذي سيستعمل في هذه الحالة هو الزانك إذن سنقوم بشرح التفاعل إذن خلال عملية الإختزال يقوم الزانك هنا بإسناد إلكترونين إلى عنصري البروم المتجاورتين إذن وبالتالي إذن خلال عملية إذن أخذ الإلكترون من الزانك يقوم البروم هنا بكسر الرابطة مع الكاربون إذن تنكسر رابطة مع الكاربون هذا الكسر وكسره في هذه الحالة سيكون كسرا متجانسا أي أن الكاربون سيقوم بأخذ إلكترون هنا وهذا الكاربون كمان بأخذ إلكترون من هنا إذن الدمج بين الإلكترونين سيؤدي إلى تكوين إذن رابطة باي كما نلاحظ في آخر التفاعل وبالتالي نتحصل على الآل كين وكذلك نتحصل على زد آن بآر 2 نمر إذن إلى الطريقة الرابعة لعملية تحذير الآل كينات وذلك من خلال اختزال الآل كينات لعملية اختزال الآل كينات والحصول على الرابطة الثنائية نستعمل البالاديوم المعطل إذن عملية استعمال البالاديوم المعطل الهدف منها التوقف في عملية الاختزال في حدود الآل كين هنا لأنه إذا استعملنا البالاديوم على حالته الطبيعية واستعملنا بطبيعة الحال الـ H2 فسيؤدي ذلك إلى التحول من الرابطة الثلاثية إلى روابط أحادية تماما أما إذا استعملنا البالاديوم المعطل بوجود بطبيعة الحال الـ H2 فسيتوقف عملية اختزال في حدود الرابطة الثنائية